أعطيكم قصة واحد من الشباب من الصحابة كان عذب غير متزوج ويبحث عن زوجه وكل يوم يا رب يرزقني زوجه جميلة صالحة طيب وفتح لها محل بيع أقمشة أقمشة نسائية يترزق وكان في المدينة سوق للأقمشة فتح لها محل وذيك البنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي اعطاها الله من جمال الخلق والخلق جاءت على قدر حتى وصلت إلي وقفت عند المحل عندك أقمشة نسائية نعم نظرت في الأشياء المعلقة ما عشبتها قلت له عندك من الأقمشة الغالية قال نعم الحرير والأقمشة الثانية موجودة في الصندوق فتح لها الصندوق تريد في اللي واقف يبغي يطالع في الصندوق يصير شبه اللي كانه منحني أو راكع البنت مستعجلة ما جلست فتحته وأخذت فالرجل أخذ يطالع فيها يقول هذه تصلح لي ودها تشتري ويعرف مكان أهلها ويروح يخطب يأتي البيوت من أبوابها المهم البنت نظرت إليه قالت له يا هذا التق الله وغض بصرك اشدت النظر طبعا هذا أمر بمعروف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قالت له هذا التق الله وغض بصرك فإني امرأة متزوجة وزوجي خرجه يجاهد في سبيل الله يا لطيف الرجل الشاب الطيب خرج من بيته من دكانه يجري مثل واحد خايف تركه في الدكان والدكان مفتوح خرج يجري أول بيت أقرب بيت من السوق كان بيت عمر الخطاب كان بيت عمر الخطاب شرق المسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسوق كان مكان ومحل سوق العنابية اللي موجود اليوم يعني شمال بقيع فأخذ يجري وصل إلى بيت عمر بالخطاب طرقه طرق عليه الباب قبيل الظهر الكلام هذا عمر بالخطاب فتح الباب قال له شفيك شعندك تدق الباب بالقوة ما شعندك قال له يا عمر الخطاب هلكت نظرت إلى مرأة لا تحيل قال له مرأة لا تحيل وين شفتها قال له جاتني في الدكان قال لعلها مرأة رجل خرج يجاهد في سبيل الله ما في مرأة تروح السوق من غير رجل عندنا إلا وحدة زوجها راح يجاهد في سبيل الله قال له نعم هي مرأة مجاهد قال له طالع نسان مجاهدي رح لا أعلم لك شين اذهب رح أبو بكر ممكن عنده علم أغلق عمر باب راح إلى أبو بكر صديق طرق عليه الباب أبو بكر فتح ماذا عندك يا ولدي قال له والله يا شيخ هلكت نظرت إلى مرأة لا تحيل لي مرأة أبوين شفتها جاتني في الدكان الحالها لعلها مرأة مجاهد ما في مرأة تجد إلا وحدة زوجها خرج يجاهد في سبيل الله وإلا ما في أحد يرضى زوجته تروح الحالة للسوق قال له نعم يا بكر امرأة مجاهد قال له إلا هذه لا أعلم لك شين لكن اذهب إلى الرسول رفع إلى المقام السام إلى المقام الأعلى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم توجه الرجل شاب إلى المسجد دخل قبيل صلاة الظهر الدكان مفتوح ما يسأل عنه والبنت في الدكان تبي تشتري راح قبل لا تشتري من عنده لأن قلت له كلمة واحدة اتق الله هزت كيانا دخل المسجد وشد الصحابة مصطفين يعني فأخذ يتجاوز الصحابة اللي انجال الصف الأول اللي قال له مكان في الصف الأول وجلس صلى ركعتين وجلس انتظر النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مداخل خارج من حشرة عائشة رضي الله عنها حشرة عائشة بوابتها قدام الصف الأول يعني يفتح ويمشي قدام الصف الأول ويجي للمحراب فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فز الرجل الشاب من مكانه في الصف واتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكتو قال شفيك قال نظرت إلى مرأة لا تحيل لي شوف قال وين سوق قال نا قال لعلها مرأة رجل خرج وجاهد في سبيل الله حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصور مرأة تروح على السوق من غير رجل إلا إذا كانت زوجة رجل خرج وجاهد في سبيل الله ما عند أحد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لعلها مرأة رجل خرج وجاهد في سبيل الله قال نعم قال وصلي معنا خير شاء الله صلي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يصلي ووقيم صلاة الظهر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الله أكبر كل الصحابة صلوا خلف السلام عليكم ورحمة الله قضية الصلاة قام الرجل فجلس بين يدي صلى الله عليه وسلم وقد أقبل على الناس بوجهه صار جلس قدامه قالوا يا رسول الله أنا الذي أخبرتك خبري قبل الصلاة نظرت إلى مرأة لا تحل أبغى حل أبغى ربي يغفر لي نزل جبريل عليه السلام بقول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفين نهار الفجر والعصر هذا دليل عائشة طرفين نهار وزولفا من الليل المغرب والعشاء إن الحسنات هذه صلوات كلها يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ما بين الصلاة والصلاة من السيئات ذاهب ما دامت الصلاة موجود واضح الصحابة لما نزلت هذه الآية وهذا الصحابة موجود فرح قال يا رسول الله أهي لي خاصة عمر قاعد يستمع قال ذكرتك أمك تقتل على المسلمين فضل الله عمر ما يسكت عن كلمته يقولها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك ولأمة جميعا من حافظ على الصلاة والسلام ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر يعني كل الذنوب الصغائر تمحوها الصلوات الخمس تمحوها الجمعة تمحوها الصيام تمحوها العمرح إلا الكبائر الكبائر وش يمحوها؟ الحج الحج يمحو الكبائر من حج فلم يرفث ولم يفسق خارج من ذنوبه كيوم ولده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر